أجواء شبه خالية من حركة الطائرات تشهدها سماء العراق وإيران وسوريا على حد سواء جراء قيام شركات الطيران بتجنب المجالات الجوية للدول الثلاثة على وقع تصعيد الراهن في المنطقة والخشية من توسع الصراع القائمة وتوضح صور الرصد عبر مواقع مختصة شبه اختفاء لتحقيق الطائرات في المجال الجوية العراقي على وجه التحديد والإرباك الذي أحدثه القصف الإيراني على إسرائيل قبل أيام في مجال الرحلات الجوية العابرة من أجواء العراق إلى وجهتها المختلفة الأجواء شبه الخالية من حركة الطائرات تنعكس على العراق بخسائر جسيمة تصل بحسب مصادر ملاحية وخبراء ماليين إلى أكثر من 337 ألف دولار روميا وهي خسائر أجبر العراق عليها من جراء الوضع الحالي المفروض على المنطقة برمتها وتتجنب شركات الطيران العالمية المجالات الجوية ثلاثة في إثر حالة من عدم اليقين بشأن رد إسرائيلي محتمل على طهران وردع متبادل بين الجانبين أبقى المنطقة على وقع الترقب والقلاق من مآلات تطور الصراع هذا الترقب يأتي في وقت تواصل دول عدة إجلاء رعاياها من لبنان إذ تبذر تلك الدول جهودا مضنية أصلت حتى إلى استئجار طائرات لإخراج من تبقى من مواطنيها المحاصرين في لبنان وأكملت 23 دولة من مختلف أرجاء العالم إجلاء رعاياها عبر مطار رفيق الحرير الدولي فيما أمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص استعدادا لأي سيناريوهات مثل إجلاء الأمريكيين من لبنان